طيب الكتابة هش أبرز ما ورد في النظام فيما يتعلق بالكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات طبعا الكتابة هي الباب الثالث في النظام وهي أوسع الأبواب مثل ما ذكرنا وفيها 27 مادة لما أذكر وفيها خمسة فصول محررات الرسمية والمحررات العادية وإلزام الخصم بتقديم المحررات وطريقة التزوير والعمل فيها وأحكام ختامية الكتابة وسيلة يعني النظام قواها جدا ورفعها جدا وقدمها مثل ما ترى في وسائل الإثبات نعم وهي من الوسائل المهمة وكأن النظام يدعو الناس إلى الكتابة توثيق العقود قبل أن تقع الواقع وحفظ حقوقهم هذا أمر الله عز وجل الذين آمدت لدي أنتم بديني لأجل المسمى فاكتبوه فالكتابة أمرها عظيم ومهم والنظام رتب فيها أشياء كثيرة يعني ما يسعم الحديث عنها تفصيلا لكن يتحدث عنها إجمالا جميل يعني يكثر الحديث على قضية ما تتعلق بالكتابة بالذات وهي ما يتعلق بتوثيق الديون أو المعاملات المالية أنه لن يكون هناك نظر حاليا بعد هذا النظام في أي مبلغ فوق المئة ألف ريال إلا بتوثيق بالكتابة معدى ذلك لن ينظر إليه نعم هذا صحيح إلا ما استثناها النظام فيما ذكرنا مثلا لو تخلف الخصم على الحضور ينظر حتى لو لم يكن كتابة ينظر ببينات أخرى لكن النظام قوى الكتابة وأكد على أنها تكون إجراء وقاء قبل وقوع الواقع وحث يعني في حث الناس والمحامين عند كتابة العقود بإحسان الكتابة فيها والتوثيق ذكر النظام فيها المحررات الرسمية وغير الرسمية محرر رسمي مثل سك حصر الورثة أو مثل الوكالات أو مثل السكوك أو مثل الأوراق التي تصدر من جهة تقدم خدمة عامة مثل الكهرباء مثل العقود الموحدة مثلا أو العقود الموحدة أو شركات الكهرباء أو المياه نحوها فهذه أوراق رسمية لا يطعم في محتواها يعني الموظف هو مستأمن كذا في المدوم فيها معلومات فهو صحيح إنما يطعم فيها بالتزوير فقط هذا معنى المحرر الرسمي وهناك المحرر العادي بخلاف المحرر الرسمي يعني عاقد بين طرفين مثلا عاقد بين طرفين ورقة عادية كتب فيها كتابة عادية بدون يعني توثيق من جهة رسمية هذه يعني يمكن الطعن فيها بالتزوير و الطعن بعدم حجيتها أو عدم ثبوتها جميل إنها لم تصح ودو